يعني جمسة مثلا جمسة وراس البر ده هما دولا كانوا الشعاط الرئيسية وبلطية لا وانا اكتشفت الفكرة بتاعت جمسة وراس البر اللي هي قصة لطيفة هي جمسة قيل ان هي سمت جمسة اللي احتالي فرنسي سمها جمسة لانه جمسة ده المكان اللي احبه يعني الفرنسيوي جمسة ميسيو فجمسة ظهرت 62 خادت بقى الشهرة بتاعتها والتقلق ومن 67 ل73 ليه لان بورسعيد واسمعالية والسويس وراس البر كمان عشان بغاز ومينة فالست سنين دول كانوا الست سنوات زهبية لجمسة وعشان كده جمسة اشتهرت فترة دي طبعا كملت شوية بس بمنحدر بقى لكن الفترة دي كانت نصف العظماء قبلها طبعا راس البر في الخمسينات والاستينات كان ممنوع ولا الارجانات طبعا وعشته كلسوم واسمهان ومحمد تابي عصلا عارف الخبر بتاع اسمهان وهو في القط الرايح راس البر فجزء من التفاصيل دي في الصيف تكتشف برضو مدة المصيف يعني في العشرينات كانت الناس يمكن وردت حضارك السورة برضو قبل الهواء الناس بتاخد تقريبا البيت ويا ماشيا ثلاث شهور مصيف بالظهر المصيف بيبتدي من نهاية الامتحانات لحد بداية المدارس الحقيقة الواحد زعلانه ما خدر جمع لو كان موسم الجزل القضائية ومنسمى كل دولاب العمل الخاص بيعني القضايا والحقيقة دي في ثلاث شهور رسمي طبعا المدرسين كان ثلاث شهور لانه ما فيش دروس قصوصية ولا بيعمل دروس قبل ما يقوش السنة الجديدة فالدنيا طلبت الجامعة نفس حكاية فالأسر كان ثلاث شهور بما فيهم ان الاب يروح وييجي وتظل الأسرة في المصر وكان فيه سخرية لطيفة جدا في الفترة دي من فكرة انه نصيف في مصر ولا في اليونان يعني صيف في اسكندرية بمعنى دق اللي اسكندرية هالمصر الوحيد اللي زين بيقوله ايه محافظ على مكانته على مدار الميت سنة نصيف في اسكندرية وفي اليونان وفكر ابوازا كتب مقال طويل عن انه متضايق من الناس اللي بتروح تصيف في اليونان بينما اليونانين بيصيفوا في اسكندرية وده يقولك برضو شكل المجتمع المصري وشكل الناس اللي بتصيف عندنا بتمشي مع الوقت بتلاقي راس البر خدت مساحة اكبر راس البر فيها تفصيلة جميلة انه ممنوع السير العربيات فيها مجرد ما توصل بالعربية راس البر انت بتركينها وده مش هالي بتاعك وممنوع تروح اي مكان غير بالطفطف او على رجلك حتى لو انت مكلثوم يعني ما فيش استثناءات ايا كان هو مين هو ممنوع سير العربيات اصلا انت بتوصل بالعربيات بس بتصيف مكان المخصص لانك تسيب العربيات فيه وكانت تنطلق فكانت الفكرة دي منخليها نخبوية اكتر منخليها الناس مبسوطة اكتر بفكرة انه ايه في رقي وفي العشش والتفاصيل دي اجمل اشتركوا في القناة